يبقى كده خلصنا كل جزء الفيتامينز واهم الحاجات المتعلقوا بيه دي طبعا الجزء ده حضراتكم بس هتبصوا عليه تقسيمة الكاربوهايدرد مونوساكرايدز او ساكرايدز عموما وضاي وي بولي ساكرايدز جست بس نعرف الاجزامبلز وخلاص على كده ندخل بقى على جزء مهم جدا وهو الكالسيوم هوميوستيزيس انا محتاج ان انا افهم الجنرال كونسبت طبعا مش هنتكلم قوي اندبث او بديتيلز كتير قوي ولكن هناخد الجزء اللي يهمنا فقط وطبعا زي ما قلنا فوق في الفيتامينز اجلنا فيتامين دي هنتكلم هنا عن الفيتامين دي واحنا بنتكلم عن الكالسيوم لان هم مرتبطين ببعض طبعا كلنا عارفين ان الكالسيوم من الالمنتس المهم اوي في جسمي بسبب حاجات كتير جدا من ضمنها طبعا الفونكشنز بتاع الكالسيوم من الحاجات المهمة جدا في النرف اكسيطابلتي والمسل كوندكشن وخصوصا طبعا على الهورت والميوكارديا المسل بيؤثر على الريزميستي والكونتراكتيليتي والكصة اللي احنا عارفينها دي وطبعا عارفين كمان ان هو بيدخل في الاكسوسايتوزس بتاع الهرمون زي ما اخدنا في الديابيتس واحنا بنتكلم عن الانسولين وازاي بيخرج ولما بيحصل انهباشن لي الاتب سانستيف بوتاسيوم تشانل بتبتدي تقفل وترفع نسبة البوتاسيوم جوة او بتعمل هايبركالميا جوة وبيبتدي يعمل دي بولاريزيشن ويفتح اوبن للكالسيوم تشانل يبتدي الكالسيوم يدخل عشان يعمل ريليز اللي احنا بقى كنا بنسميه هناك اكسوسايتوزس بيعمل لي اكسوسايتوزس للفاسيكلز اللي كانت مليانة انسولين عشان تشبك في السيل ميمبرين وتبتدي تريليز كل الكنتنت بتاعها ويحصل اكسوسايتوزس تمام فالكالسيوم مهم برضو للجزء ده ومهم كمان عشان يبتدي يعمل لي نيورو ترانسميتر برضو نفس الفكرة بتحصل في النيورو ترانسميتر وطبعا كنا عرفنا واحنا بندرس الكارديولوجي عرفنا اهمية الكالسيوم في الكواجيوليشن كاسكيد وهو برضو المهم يعتبر فاكتور من ضمن الفاكتورز بتاع الكلوتينج عشان يعمل الكواجيوليشن كاسكيد وطبعا مهم جدا في البون والتيث فورميشن والحاجات دي كلها المهمة بقى لانا عايز نعرفه ان المينور تشينج في الكالسيوم بتعمل دراماتيك افكت على البوزر يعني لو عندي الكالسيوم ليفل طبعا هنعرفه دلوقتي بيبقى من تمانية ونص ليه عشرة ونص ميلي جرام بر دي سي ليتر او ساعات بيقولوها من تسعة لل Rachet ш dazu ولكن الرينج اللي احنا المتفق عليه من تمانية ونص ليه عشرة ونص ميلي جرام بر دي سي ليتر اي تشينج على الرقم ده لو مينور لو حتى خفيف ممكن يعملي مينور تشينج ان كالسيام ليفل اللي هون بتكلم بقى على السيرام ليفل بتاعي او البلازمة ليفل هيعملي دراماتيك افكت على البودي يعني سيه مثلا لو قال عن تمانية ونص جامد ووصل لسبعة واقل من كده ممكن يعمل طبعا ما نفس تيتاني اللي هو التيتاني اللي احنا عارفينه ولو زاد عن 10.511 ونص 12 ونص وصل مثلا فوق 15 والحاجات دي كلها ممكن يؤثر طبعا على كل الحاجات النيرف والكنتركشن والحاجات دي كلها وممكن الحاجات بقى المهمة لما بيزيد بيعمل كالسيفيكيشان طبعا في الصوفت تاشو والارترز والحاجات اللي احنا عارفينها دي يبقى زيادة الكالسيم هيعمله كالسيفكيشان في الصوفت تاشو زي الكدني واللنج والحاجات دي وفي نفس الوقت ممكن يعملي كالسيفكيشن في الارترز وطبعا اي حاجة كالسيفايد غالبا الفانكشن بتاعتها بتبوز تمام فمهم جدا ان انا حافز على الرنج ده اللي هو من تمانية ونص إلى عشرة ونص مش علينا نحفظ الرقم قوياني ولكن لو عرفناه مش هنخسر حاجين يبقى كده اللي انا عايز اقوله الخلاصة باللي انا عايز اقوله الكلام ده كله ان انا لازم يكون عندي اه ميكانازم او ادابتيشن ربنا خلقه لي عشان احافظ على مستوى الكالسيوم في الرنج اللي احنا قلناه ده وده اللي بسميه كالسيوم هوميوستيزيس او كالسيوم ريجوليشن طبعا الحاجات اللي بيبقى ليها او ميجور اه كونسيكوانس على البودي زي ما احنا تعودنا مثلا في البلود بريشر ميجور كونسيكوانس لو حصل قل او زاد وخصوصا لو قل طبعا فبيبتدي ربنا يزودني بتو ميكانازم واحد فيهم رابد والتاني سلو بيعمل كنترول على فترة طويلة والتاني رابد عشان يصلح لي الدنيا دلوقتي او على الاقل يزبط اللي حصل المشكلة اللي حصلت بحيث انه ما يحصلش دراماتيك اتشينج يبقى انا على الاقل افضل عنده ما اقلش عن كده يعني مسلا انت ساي انه هو تمانية ونص وقال لي مسلا وصل لسبعة انا هيبقى عندي رابد ميكانازم انه هو يرفع لي ده عشان يوصله اتليست التمانية اللي هو مش النورمال او ولكن يعني من تمانية لتمانية ونص على لما بيبتدي الاضر ميكانازم تشتغل بيبتدي ان شاء الله انه ما يحصلش اي مانيفستيشن كبير يعني او ميجور بروبلمز تمام هنعدي بس الحاجات دي وهنرجع لها تاني ولكن هنشرح بس الادابتيشن وبعد كده نبتدي نتكلم بروحتنا يبقى انا عندي الكالسيام هاميوستيزس قلت عندي تو ميجور ميكانازم واحد فيهم رابد فرابد ده انا محتاج حاجة جاهزة على طول تنزل الدم فما عنديش غير اللي هو الابايل كالسيام الموجود في البون ده بسميه الاكستشينجابل من الكالسيام موجود في البون بيبقى غالبا واحد في المية كده بيطلع بيحصل له كالسيام بومب وهنتكلم عن الميكانازم دي ولكن بناخد الصورة كاملة وعندي سلو ميكانازم يبقى دي الابد ميكانازم على طول يطلع لي واحد في المية من الابايل كالسيام اللي هو امورفوس اللي ما له الشكل مش مترصب على حاجة معينة لأ ده سايب كده لوحده بنسميه لابايل او اكستشينجابل اللي هو قادر يروح الدم ويرجع تاني يعني يروح جزء منه الدم او كل واحد في المية وبعد كده لما الدنيا تتصلح ارجع رجعه تاني زي ما كان يعني ده اكستشينجابل بيروح من وإلى الدم ومن وإلى العضل تمام؟ اسلو ميكانازم طبعا زي ما احنا تعودنا دايما الاسلو ميكانازم غالبا بيبقى هرمون الميكانازم وطبعا انا عندي الميجور ثري هرمونز هنا اللي هو البيتي اتش والفيتامين دي اللي هو البراثرمون يعني والفيتامين دي والكالفيتونين طبعا هناخدوا الكلام ده كله بالتفصيل ونتكلم عليه ان شاء الله دلوقت يبقى احنا كده عارفنا الصورة الكلية اللي احنا هنتكلم عليها هنتكلم عن تو ميكانازم منلي ميكانازم ما بيبقى رابط ده بيبقى هو الكالسيوم من البون على طول الدنيا بتخلص واحد في المية الدنيا تزبطت كان بها ما تزبطتش ببتدى يطلع بقى السلو ادابتيشن او الهرمونز دي عشان تبتدى تعمل استابليزيشن لي السيروم كالسيوم عند النورمال لمت طيب قبل ما ندخل عن الحاجات دي هنبتدى بس ناخد حاجة بسيطة كده نبتدى نكتبه هنا الكالسيوم بالنسبة لي موجود في جسمي طبعا هو داي فيلانت داي فيلانت قطين كلنا عارفين الكلام ده كله هو داي فيلانت قطين وموجود في صورتين صورة منه بتبقى اكتف اكتف فورم اللي هي الصورة الناشطة او اللي شغالة او اللي بتقديلي الوظيفة دي طبعا لازم تبقى فيه في الحاجات القطين الموضوع بيبقى عكس شوية الادوية يعني احنا قلنا عشان يبقى ويعدي والقصص دي يبقى او ما يبقاش عليه شحنة لا هنا في العكس فيه الكلام اللي احنا قلناه ده هنعكسه هنا فما حدش يطلق بك الجزء الفري ده بيبقى مش مرتبط باي حاجة بيبقى يبقى عليه شحنة كالسيوم داي فيلانت زي ما هو كده مش ماسك في اي حاجة طالما عليه شحنة متعين يبقى مش ماسك في ايه او اي حاجة تانية فالايونيزابل بورشن ده او الايونيزد كالسيوم اللي احنا بنطلبه في التحليل هو ده بقى الجزء الاكتف الفيزيولوجيكالي اكتف الدفيوزابل اللي يقدر يدخل الدم ويخرج من الدم يروح التشو يرجع الدم وهكذا ده بيبقى فري كده تمام ولازم يبقى ايونيزابل يبقى لازم عليه شحنة مش ماسك في اي حاجة تانية لو ماسك في حاجة تانية هيبقى ده اه ان اكتف فورم ان اكتف فورم طبعا بيبقى ماسك مثلا في الالبيومن ماسك مثلا في ستريت فوسفيت كربونيت اللي احنا بنسميها الكالسيوم سولت كل الحاجات دي بتبقى فيزيولوجيكالي ان اكتف بيبقى طبعا خمسين في المية نص الكمية الموجودة عندي الكالسيوم كله في الجسم تسعة وتسعين في المية متركز في العضم طبعا عشان يبني العضم والتيس والكلام ده كله وطبعا جزء صغير فالعضم هو يمثل الاساس كله بتاع الكالسيوم والواحد في المية ده اللي هو بقى بيروح الدم وييجي والكلام ده كله بقى حافز على بتاعتي في البلازما ليفل الواحد في المية اللي احنا بنتكلم عليه ده يبقى انا بتكلم هنا عن البلازما كالسيوم وليس لكل الكالسيوم الموجود في الجسم انا عندي تقريبا الف ومئة جرام في جسمي كله زي ما قلنا تسعة وتسعين في المية موجودين في البون والتيس والحاجات الهارد تشو دي واحد في المية بس اللي في البلد انا يهمني اللي موجود في البلد اللي هو السيروم ليفل اللي احنا لسه يلينا عليه زي ما قلنا عندي خمسين في المية منه بيبقى الصورة الاكتف اللي هي الفري ايونيزابل بيتحرك من وعيلة ومش مرتبط باي حاجة من وعيلة الخلايا او من وعيلة الدم خلاص طيب الجزء التاني اللي هو خمسين في المية ده بيبقى فالكالسيوم مش متأينا ايونيزابل او مع لهو الشحنة طالما فقط الشحنة بتاعتي باكيد مسك في وطبعا مهم جدا الكمية الاكبر من الخمسين في المية تقريبا من خمسة وتلاتين لاربعين في المية على ما اتذكر بيبقوا مسكين في والجزء الصغير اللي هو من عشر الخمستاشر في المية ده بيبقى ازا كالسيوم سولت زي ما احنا لسه متكلمين ستريت وفوسفيت وكربونات والحاجات دي كلها تمام ده ممكن كده اعتبره ان هو زي ما احنا تعودنا اي حاجة تمسك في بلازما بروتين باعتبرها لحد ما يقل مثلا او يخلص وانا محتاج اخد من الحاجات اللي مسكة دي تمام طبعا اللي مسك في بلازما بروتين ده قردي لابس في الدم مش مش هيروح في اي مكان لان البلازما بروتين القلب يومين كبير فمش هيعرف يدخل الخلايا او يتحرك اصلا من الدم انما الكالسيوم سولتز التانية دي اللي هما العشرة في المية دول ممكن يبقوا دفيازابل ولكن هما ان اكتف برضو خلاص يبقى دي قصة الكالسيوم كده باختصار وهو موجود ازاي وبيبتدي اه طبعا هنتكلم عن الابزوربشان بتاعه لما نيجي نتكلم عن الفيتامين دي بعد شوية تمام طيب زي ما احنا قلنا من شوية ان انا عندي تو ميكانزم التوميكانزم واحد منهم رابد عشان بس نركز تاني مع بعض الرابد ده اللي هو اللي بقي الكالسيوم الموجود في العظم او الموجود في البون والتاني اللي سلقه عن طريق هرمونز بعض الهرمونز طبعا من اهمهم اللي هو وعندي الكالسيطونن وعندي الفيتامين دي طبعا أي واحد من هرمونز اللي احنا قلناهم دول هيشتغل في تلات اماكن فقط زي ما احنا شايفين في الصورة يبقى اما هيشتغل على البون ده كده البون يا اما هيشتغل على الكدني يا اما هيشتغل على الانتستن ال جي اي تي طبعا اهم جزء اللي هو الانتستن اللي بيتام فيه الابزوربشن متاع الكالسيوم هيشتغل على واحد من دول او التلاتة او ايا كان هنعرف الميكانزمز دلوقتي هنتفق بس على بعض الحاجات عشان لما نيجي نقولها في الشرحة ما يبقاش في حاجة صعبة ان شاء الله طيب اي حاجة هتشتغل على البون هتبتدي تعمل لي حاجة من اتنين يا بون ريزوربشن يا اما بون دي بوزشن وهنعرف الكلام ده بعد شوية بون ريزوربشن هنعرف طبعا تفاصيله اللي تهمنا بون ريزوربشن يعني نحت البون نفسه او تكسير البريك داوين اوف بون عشان اعمل بونز جديدة يعني او اكون عظم جديد لازم اقصر القديم او جزء منه وابتدي ابني بقى اللي هي القلاست والبلست اللي احنا عارفينها واستيوكلاست والقصة اللي احنا عارفينها دي او اعمل بون ان انا رصب بقى الكالسيوم فوسفيت في العدم عشان اكون العدم نفسه وهنعرف برضو نبزة بسيطة كده عن تكوين العدم عشان نبعارفين الدنيا ماشي ازاي طيب على الكدني هبتدي اعمل ايه لو انا هشتغل على الكدني ما عنديش غيرتومي كانازم يا اما اقل او ازود اكسيكريشن يبقى هشتغل على او ازود الري ابزوربشن او اقلل الري ابزوربشن طيب طبعا على الانتستن ما عنديش حاجة غير خلاص يبقى دول اللي هتحكم فيهم عشان اتحكم في الكالسيوم يبقى الري ابزوربشن الري ابزوربشن الكدني بزود او اقلل او العب في الاكسيكريشن بتاعه ان انا انهابت بقى او ازوده فهيطلع او هيستمر يحصل له ري ابزوربشن تاني الانتستن ما عنديش غير الابزوربشن تعالوا بقى نمسك واحد واحد من الميكانازم كده ولكن هنشرح بس حاجة كده على البون عشان نبقى فاهمين شكل البون وإيه اللي بيحصل بالزبط لما نبقى متخيلين الدنيا بيبقى الموضوع احسن يعني عندي في البون سي مسلا انا عندي ميمبرن خارجي كده بسميه الاستيو ساتيك ميمبرن بيبقى مكون مين ليمان الاستيو سايت يبقى دي كده كلها بسميها استيو سايت استيو سايت وده كله استيو ساتيك ميمبرن طبعا فيه هنا بعض الاستيو بلاست البلاست اللي هي الاستيو بلاستيك اكتيفتي اللي هي بتعمل البون فورميشن وهنعرف كل التفاصيل دي بعد شوية تمام عندي جزء بيبقى فري كده اهو تمام ده مثلا نسيين ده كده البلدز ودي العضم ده مثلا البون اهو وده البلد الجزء الفري ده كده مش ماسك في اي حاجة بسميه ايه امورفوس امورفوس كالسيوم ده اللي انا لسه قيل عليه ده اللي هو بيمثل واحد في المية من هما تسعة وتسعين كلهم اللي احنا قلنا عليهم من شوية فالامورفوس ده هو بقى الريدلي اكس تشينجابل ريدلي اكس تشينجابل هو ده بقى اللي بيبتدي يروح الدم لو حصل حاجة ولما الدنيا تتزبط يعني بيساهم مثلا حصل هيبتدي يطلع على طول بحاجة اسمها كالسيوم بامب تمام كالسيوم بامب هتبتدي تطلعه عشان يروح يزبط لي المستوى الكالسيوم في الدم وده طبعا ريدلي ومش مسك في اي حاجة ومالوش شكل واضح فسموه امورفوس تمام وده يمثل واحد في المية زي ما احنا تكلمنا وده طبعا هيمثل الرابيد بروسس اللي احنا قلناها او الرابيد ادابتيشن او الرابيد ميكانازم تمام الجزء التاني بقى اللي هو بقى ده كتلة العضم نفسه بقى اللي هي الكالسيوم كريستل الكالسيوم كريستل بتبقى موجودة سيهيههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه السخان اللي هتبتدي يتحط عليها بقى الكريستالاين فورم اللي هو الكالسيام والفوسفيت اللي هيترصبه وبيبتدوا يتعاملوا على شكل الكريستالات عشان يبقى جمدين ويتحملوا الضغط والكلام ده كله ودي اللي بسميه هيدروكسي هيدروكسي اباتايت تمام طبعا كلنا عارفين الكلام ده ولكن بس ان احنا بنرجع مع بعض وده طبعا بيمثل لي تسعة وتسعين في المية زي ما احنا اتكلمنا من شوية وهي دي بقى قطلة العضم نفسه الكولاجين ده مهم جدا عشان بيديني بعض يعني بيديني بعض الشكل كده وفي نفس الوقت يتحمل ويديني بعض المرونة البسيطة انما الشكل العام اللي بيديني شكل العضماية وتحمل الضغط والقصص دي بتبقى بسبب الكريستالاين فورم بتاع الكالسيام فوسفيت ده يبقى ده كده شكل العضم كده سريعا ومكونات العضم يبقى الجزء اللي هو الاستيوسايت اللي برا دي هتتحكم لي بقى في الكالسيام بامب الكالسيام بامب اللي هي هتبتدي تخرج لي الامورفاس كالسيام لو حصل مشكلة تزيد بقى وتقلع لحسب الدنيا في ايه فبتعمل بامبنج لي الكالسيام اللي هو الفري لابايل دي عشان تبتدي تحسن وتزبط مستوى الكالسيام في الدم طيب لا المشكلة لسه ما تحلتش فهيبتدي بقى الاستيو البيتي اتش طبعا اللي هو البراثيرود هرمون بيبقى لي ريسبتور على الاستيو بلاست ولو اكتيفتي عليها مباشرة ويبتدي بقى هو لو عايز يشغل الاستيو كلاستيك اكتيفتي برضو عن طريق الاستيو بلاست ما يهمناش الموضوع ده ولكن وانس ان الكالسيام ليفل ال الكالسيام بامب الاستيو ساتيك اكتيفتي هتبتدي تزيد برضو بسبب زيادة نشاط البراثيرمون احنا هنعرف دلوقتي البراثيرمون هو كالسيام رايزينج هرمون هنعرف الكلام ده ان شاء الله وإحنا بنتكلم عليه ادي البراثيرمون ولو ريسبتور برضو على الاستيو بلاست بيحفز الاستيو كلاستيك اكتيفتي عشان تكسر لي العظم بقى اللي هو الكمية الاكبر العظمة دي عشان يبتدي يبقى برضو يبقى يتحول للاباي الكالسيام ويطلع يزبط لي مستوى الكالسيام في الدم لحد ما الدنيا تتزبط يبقى انا كده دلوقتي قلت خليتين قلت على حاجة اسمها استيو بلاست وقلت على حاجة تانية اسمها استيو كلاست الاستيو بلاست دي هي اللي بتبني بتعمل بلدنج اللي احنا بقى هنسميها بالمصطلح الطبي دي بوزيشن تمام دي بوزيشن اللي احنا اتكلمنا عليها في البون او ساعات بيسموها منيراليزيشن ان انا بجيب الميرال اللي هو كالسيام فوسفيت واحطهم اعمل لهم بريسبتيشن على العظم دي وظيفة الاستيو بلاست طب الاستيو بلاست هتعمل ايه لقد هتعمل بقى عكس الوظيفة دي فهتعمل ريزوربشن هو ده اللي بقى بسميه بون ريزوربشن او بون بريك داون او ينحط العظم يقصروا اي حاجة من الحاجات دي وساعات بقول عليها موبيلايزيشن يعني لما اقول موبيلايزيشن اوف كالسيام ان فوسفيت من البون كأني بقول بون ريزوربشن يعني عملت اكتيفيشن للاستيو كلاستيك اكتيفتي يبقى انا دلوقتي قلت طوب بروسس ودول مهمين وطبعا كده كده لازم اي طوب بروسس مختلفين لازم يبقى دايما عندي بينهم بالانس انا محتاج دلوقتي مثلا انا اقصر شوية عظم لازم اصلح على طول وصحح العظم اللي انا قصرته ده هزبط مستوى الكالسيام في الدم بعد ما خلصت دنيتي هجيب برضو كالسيام تاني هزود بقى الابزوربشن وازود الري ابزوربشن والكلام ده كله عشان اركب تاني العظم وازبط العظم تاني فدايما عندي طوب بروسس اللي هي الدي بوزيشن الدي بوزيشن والريزوربشن بون دي بوزيشن يعني ببني او بعمل منيراليزيشن وبون ريزوربشن يعني بكسر او بنحت او بعمل موبيليزيشن لالكالسيام عشان يطلع تمام الاتنين بروسس دول مع بعض طبعا كلنا عارفين ان احنا بنسميهم بون ري مودلينج طبعا الحاجات دي كده كده بتحصل على طول يعني بتحصل باستمرار في مرحلة حياتنا العادية بون بيتكسر وبون بيتبني تاني وهكذا في مرحلة تجديد على طول فدايما الاستيو بلاست والاستيو كلاست شغالين ولكن بينهم بالانس عشان يعملوا لي فكرة البون ري مودلينج اللي احنا بنقول عليها دي يبقى خلاصة القول في البون ري مودلينج انا عندي تو سيلز هما المسؤولين الاستيو بلاست الهدف بتاع الاستيو بلاست ان هي تبني او تعمل دي بوزيشن يعني هتاخد الكالسيوم الموجود في الدم والفوسفيت طبعا عشان تبتدي ترسبه لان احنا قلنا ان هو بيترسب على هيئة كالسيوم فوسفيت بيترسب على هيئة كالسيوم فوسفيت فبتاخد بقى الكالسيوم والفوسفيت من الدم ترسبه عشان تقوي وتعمل بون جديدة والاستيو كلاست هدفها تعمل ريزوربشن او تقسر وتمحت في العظم عشان تبتدي بقى تاخد الكالسيوم ده اودي الدم او ابتدي اعمل عظم جديد وحسن الشكل بتاعي يبقى البروزيس دي كلها ببتدي اقول عليها بون دي مودلينج يبقى دي كده فكرة البون ببساطة مش عايزين اكتر من كده تعالوا بقى نرجع ليه الريجوليشن زي ما احنا اتكلمنا نمسك بقى واحد واحد من دول ونبتدي نشوفه وبيعمل ايه انا عندي الكالسيوم هوميوستيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزي الكالسيوم الموجوده في الدم تمام? يبقى برضه ما عنديش غير تلاتة ميكا نازم يبقى انا اقولت رقم واحد اهو انا عندي الكالسيوم قليل يعني عندي هايبو كالسيميا الهايبو كالسيميا يعني نسبة الكالسيوم الموجوده اليلا هعمل ايه هروح برضو على التلات اماكن دول زي ما احنا قلنا ما عندناش غيرهم. يبقى هروح على العضم ابتدي اعمل ايه? على البون? هبتدي اعمل دي موزيشر ولا اعمل الريزوربشن لا ده انا عايز اقصر العظم عشان اطلع منه طبعا كده كده قلنا فكرة بقى اللباية الكالسيوم وقلنا ان هو بيطلع عن طريق البراثرمون على طول بيزود الكالسيوم بامب ده عشان يبتدي يطلعه بسرعة انما هو قريدي جاهز يعني فما فيش تكسير في الحالة دي فمشان نتكلم عليه بقى احنا دلوقتي هنتكلم عن تمام طيب العلبون هعمل ايه ده انا هعمل بقى دلوقتي عشان ازود نسبة الكالسيوم لان الكالسيوم قليل في الدم فهعمل فهعمل عشان تبتدي تكسر وتنحط العظم ده وتطلع لي كالسيوم وطبعا هتطلع معاه الفوسفيت ولكن احنا هنتكلم عن الكالسيوم من لي وانا عندي دايما حاصل الضرب بتاع الكالسيوم والفوسفيت كالسيوم في الفوسفيت بيسموه مش هيهمينا قوي دلوقتي ولكن انا عايز عشان هيعتمد عليه بعض الحاجات اللي احنا هنقولها بيساوي تقريبا خمسة وخمسين والرقم ده ثابت لو زودت الكالسيوم غصب عني لازم اقلل الفوسفيت عشان الرقم ده يفضل ثابت زي مثلا ده خمسة ده خمسة ونص مثلا وده لازم يبقى عشرة طب لو انا زودت ده لعشرة يبقى ده لازم يقلل الخمسة ونص يعني فور اجزامبل يعني الارقام وهمية ولكن عشان الموضوع يبقى بسيط يعني لو زودت نسبة الكالسيوم لأي حال من الاحوال لازم في المقابل اقلل نسبة البوتاسيا الفوسفيت والعكس بالعكس لو زودت الفوسفيت وحصل هايبر فوسفاتاميا لازم غصب عني نسبة الكالسيوم يقلل وازود الاكسيكريشان عشان اوصل لي او حاصل ضرب الاتنين في بعض يبقى سابتين تمام فانا لو عملت بون ريزوربشن يعني زودت كالسيوم عملت موبلايزيشن هولي الكالسيوم ومعا الفوسفيت ريزوربشن كل ده هينزل الدم صح ده كله هيروح البلد طب انا عندي زودت الكالسيوم وزودت الفوسفيت ماينفعش اصلا يحصل تمام فغصب عني كده هلاقي نفسي بزود الكالسيوم انا بتاعي ان انا زود الكالسيوم فغصب عني هروح اعمل للفوسفيت وزود طبعا الري ابزوربشن تاني بتاعي الكالسيوم عشان ازود الليفل بتاعي طبعا الانتستن هعمل ايه هروح ازود الابزوربشن ازود بقى امتصاصه عشان يزيد ويدخل الدم امتصاص حاجة هتدخل على الدم تمام يبقى انا دلوقتي التلاتة بروسيس اللي هيحصله باختصار جدا على البون هزود الري زوربشن بتاعي البون نفسه عشان اطلع كالسيوم وفوسفيت وفي نفس الوقت هزود الري ابزوربشن بتاع الكالسيوم من البروكسيوم او الديستل تيبيول وهزود الاكسكريشن طبعا في المقابل بتاع الفوسفيت من البروكسيوم تيبيول وعلى الانتستن هبتدي يزود الابزوربشن ده لو حصل اه كل في الكالسيوم ليفل في الدم اللي انا بسميه هايبوكالسيميا خلاص يبقى انا بتكلم دلوقتي على الهايبوكالسيميا طب مين من التلاتة هرمون دول هيعمل لي الحاجات اللي انا بقولها دي او هدفه وغرضه ان هو يزود لي نسبة الكالسيوم عندي البراثرمون او البراثيرود هرمون والفيتامين دي يبقى انا عندي تو هرمون دول بسميهم كالسيوم رايزنج هرمون يعني هرمونات هدفها الرئيسي وانسا ان انا عرفت الهدف بتاع الهرمون هعرف شغله هيبقى عامل ازاي هدفها الرئيسي انها هتزود لي الكالسيوم ليفل عشان ترجعه له النورمل في البلود فهتعمل لي بقى الحاجات اللي احنا قلناها دي البي تي اتش هيروح يحفز عشان ادي البي تي اتش هون اكتبه هنا هيروح على البون نفس الحاجات اللي احنا قلناها ما عنديش غير التلاتة سايد دول فوانا مغمط كده عارف هو يشتغل ازاي البي تي اتش هيعمل لي ايه هدفه ان هو يزود اكتب جنبه هدفه يزود الكالسيوم هيزود الكالسيوم هيروح على البون يلا يعمل بون اعمل لي بون ريزوربشن حسن على طول عشان تشتغل بعد ما خرجت شوية اللابيل وعملت كالسيوم بامب عشان اخرج اللابيل كالسيوم هزود وطبعا الدي بوزيشن ده او في الحالة دي هيحصل لها تمام طب عايز ازود تاني عن طريق الكدني اعمل ايه اعمل لكمية كالسيوم كبيرة من وفي نفس الوقت هعمل في المقابل للفوسفيت عشان احنا قولنا دايما لازم الرقم يبقى ثابت فزودت كالسيوم خرج فوسفيت في المقابل زود الاكسيكريشن متاع الفوسفيت وطبعا فيه البروكسيمل تيبيول يبقى دول اول مكانين تالت مكان على الانتستن المفروض يروح بقى هو بنفسه ويزود لي الابزوربشن طبعا للأسف مش هيلاقي ريسبتور على الانتستن عشان يزود الابزوربشن فهيروح بقى حد تاني يقوم بالدور ده اللي هو بقى هنتكلم عليه دلوقتي الفيتامين دي يبقى الباراثيرويد هرمون ما بيقدرش بنفسه يعمل لي زيادة في الابزوربشن فبيبتدي بقى يفعل حاجة تانية او يدوس على جرس او زرار يبتدي يطلع لي الاكتف فورم من الفيتامين دي وهناخد طبعا الاكتفاشن او السنفز عموما متاع الفيتامين دي بعد شوية فبيروح يحفز لي بقى الاكتفاشن متاع الفيتامين دي اللي هو يطلع لي كوليكالسيفرو اللي احنا عارفين اللي هو كالسيتريول تمام ده الاكتف فورم بتاع الفيتامين دي بيبتدي بقى هو اللي يروح يعمل لي قصة الابزوربشن بتاع الكالسيام من الايه من الانتستين خلاص يبقى تاني كده الباراثيرويد هرمون عموما الباراثيرويد هرمون يا شباب ما هو الا هرمون بيفرز من الباراثيرويد جيلانز وهدفه ان هو يزود لي الكالسيام وانس ان انا عرفت الهدف بتاعي عرفت هيعمل ايميل كام بروسس اللي احنا قلناها البون هيزود لي الريزوربشن عن طريق الاستيوكلاستيك اكتيبتي وهيزود لي الكالسيام بامب على الكيدني هيزود الريابزوربشن اوف كالسيام من البروكسيمال والديستل وهيزود الاكسيكريشن متاع الفوسفيت من البروكسيمال دايما عشان قصة البافرينج والحاجات اللي خدناها في الاسد بيز بالانس وكمان بيزود الريابزوربشن متاع الماجنيزيام وبيقولوا ان الماجنيزيام له نص تقريبا او طلتين الاكسيام بتاع الكالسيام تبقى ديوتو ماجنيزيام دايما الماجنيزيام كده في المنرالز او الكاتينز عموما بيلعب دور الجوكر مع البوتاسيام مع الكالسيام بتحس كده ان هو جوكر يعني طيب على الانتستن بقى وقصة الابزوربشن لا ده هو بيروح برضو عالكيدني بيعمل حاجة اسمها وان الفا هيدروكسيليز انزايم عشان يحط هيدروكسيل جروب في ويديني الكالسي تريول اللي هو بتاع الفيتامين زي هيروح يزود بقى كل حاجة من الانتستن زي ما احنا هنتكلم بعد شوية يبقى دي قصة ايه البراثيرويد هرمون او البراثيرومون الاتنين نفس التسمية ما عنديش مشكلة واخلصنا منه الحمد لله وفهمناه تمام؟ تعالوا بقى على واحد تاني وهو الفيتامين دي وقلنا الاتنين اللي فوق دول انا كاتبهولكم فوق والكالسي تونين تحت الهدف ان الاتنين دول بيزودوا هدفهم يزودوا الكالسيام ليفل يبقى هم كالسيام رايزنج هرمونز والكالسي تونين الوحيد هو هدفه وهو تحت هوف عشان يقلل لي نسبة الكالسيام الموجودة في الدم يبقى هنا المين استيميلوس هايبو كالسيميا سواء فيتامين دي او البراثيرومون والكالسي تونين المين استيميلوس هو الهايبر كالسيميا هو طالع عشان نسبة الكالسيام عالية جدا معنى المين استيميلوس يعني بيطلع امتى؟ بيطلع لما يكون فيهايبر كالسيميا مستوى الكالسيم في الدم عالي جدا هدفه هو يقلل لي المستوى ده فالمين استيميلوس هايبر كالسيميا عشان يرجعوا تاني لانورمل خلاص والعكس بالعكس في البراثرمون والفيتامين دي الهايبوكالسيمية عشان هما هدفهم ان هما يزودوا نسبة الكالسيم في الدم طيب تعالوا بقى على الفيتامين دي نفس الفكرة اللي احنا قلناها برضو هو واحد من الكالسيم رايزينج كالسيم رايزينج هورمون يعني ايه كالسيم رايزينج يعني هدف انه هو يرفع لي مستوى الكالسيم القليل اللي في الدم ده وبعد كده تعقيد بس مهم عاوي على الويتامين di ممكن يعمل وممكن يعمل على حسب نسبة الكالسيوم الموجودة في العدم الموجودة في الدم آسف فلو اندي كالسيوم عالي في الدم هيبتدي يغده يرصبه في العدم عشان يظبط طب لو اندي كالسيوم قليل في الدم لا ده هيروح يغده العدم عشان يودي الدم ويبتدي يزبط لي برضو الليible يبقى هدف الكالسيوم هدف الفيتامين دي زيادة الكالسيوم في المقام الاول ولو زيادة بقى الكالسيوم زيادة هيبتدي ياخده يرصبه في العظم هيزوده ازاي في الدم لو هو ليل طبعا احنا بنتكلم لو عندي هايبوكالسيميا هيروح برضو يعمل عشان يبتدي يزوده شوية وطبعا مش هو يعني مش المين اكشن بتاعه هنا ولكن المين اكشن بتاعه على الانتستن على الانتستن بيزود لي كل حاجة كالسيوم وفسفيت وهدفه الاخر برضو ان هو يحسن شكل العظم ويبنيه ويعمل منراليزيشن كويس جدا منراليزيشن يعني دي بوزيشن ولكن لازم ابص في اعتباري ان الكالسيوم ليفل يبقى نورمل ماينفعش الكالسيوم ليفل يبقى ليل ويروح ادي فيتامين دي واقول ان هو هيعمل بوم دي بوزيشن لا في الحالة دي هيعمل ريزوربشن لان هو برضو عايز النورمو كالسيميا ده يحصل طول الوقت فهو بيروح على الانتستن بقى الوري سبتور هناك بيزود لي بقى الكالسيوم والفوسفيت والماجنزيوم وكل الحاجات دي بيزود الابزوربشن بتاعه لكن انا هميني قوي هنا الكالسيوم بيزود لي الابزوربشن وبرضو بيروح على الكدني يزود الري ابزوربشن بتاع الكالسيوم والفوسفيت هنا بيعمل على الكالسيوم والفوسفيت هو الوحيد اللي بيزود الفوسفيت زي ما هنشوف في الكالسيتونين بيقلل برضو الفوسفيت فلازم يبقى عندي بالانس بين الحاجات اللي هتزود والحاجات اللي هتقلل زي ما احنا عارفين يبقى هو زود لي الابزوربشا متاع كالسيوم وفوسفيت وزود ري ابزوربشا متاع كالسيوم وفوسفيت برضو هيعمل انهيباشا للإكسكريشا بتاع الاتنين يبقى هو قلل لي كده الخروج بتاعه فزود الكالسيوم والفوسفيت مع بعض عشان يعمل بقى بون ريمودلينج لو انا مثلا محتاج ابني عضم في حتة معينة بتتكسر قبل شوية فعايز ابنيه يروح بقى يحطهم بقى يعمل دي بوزشا في البون ويبتدي يعمل لي العضم ويبنيه والكلام ده كله ولكن مهم الجملة او الكلمة دي ديبندنج على السيروم كالسيوم يعني لو عند السيروم كالسيوم قليل استحال ان هو يروح يبني العضم هيزود الابزوربشا والري ابزوربشا ويقالي الاكسكريشا ولو الدنيا ما تزبطتش هيروح يعمل بون ريزوربشا عشان اهم حاجة مستوى الكالسيوم في الدم هو رقم واحد او لول اولوية بالنسبة لي وبعد كده لو زيادة شوية او خلاص الدنيا تصلحت هيبتدي بقى يبني العضم فما ينفعش ان انا ادي فيتامين دي وانا حتى ما شفتش الليفل بتاع الكالسيوم او اديت معاي كالسيوم سابلمنتيشن حتى بلو دوزس يبقى دي قصة الفيتامين دي وقصة البراثرمون I think يعني ان الامور تمام يبقى نكتب الاكشن بتاعه جنبه كده يبقى كل هدفه ان هو يزود لنسبة الكالسيوم فبيزود الكالسيوم reabsorption وبيزود الريزوربشن عشان يزود لنسبة الكالسيوم وعلى المقابل بيقلل نسبة الفوسفيت هيقلل الفوسفيت هيقلل الريابزوربشن او هيعمل يعني اكسيكريشن البيتامين دي برضو هدفه ان هو يزود مستوى الكالسيوم في الدم ولو النسبة دي عالية هيبتدي اعمل bone deposition يعني هو الهدف الاساسي في bone remodeling كسفت البون تبقى كويسة اكون عظم جديد ما كان اللي تقصر ولو مستوى الكالسيوم في الدم depending على الكالسيوم level ابتدي اطلع بقى وخرج الكالسيوم من الدم ده هو الaction بتاعه منلي على ال absorption من ال intestine للكالسيوم والفوسفيت مع بعض فهو بيزود الاثنين وبرضو الريابزوربشن بيزود الاثنين كالسيوم وفوسفيت يبقى هنا الفوسفيت بيقل وهنا الفوسفيت بيزيد مع الكالسيوم وهنا طبعا الكالسيوم بيزيد الكالسيتونن بقى ده تعالى نشوف قصته ده هدفه الاساسي ان هو يقلل مستوى الكالسيوم في الدم يبقى المين ستميلس لما يكون عندي هايبر كالسيميا طب شوية معلومات بس بسيطة عن الكالسيتونن بيتفرز منين من ال paraflicular cell الموجودة في الثيرويد جلاند طبعا انا عندي الثيرويد جلاند بتفرز 2 hormones واحد مهم جدا ان هو الثيروكسين واخدناه ده بيتفرز من الفلكular cell او الشيف cell والكالسيتونن ده بيتفرز من ال paraflicular او ال C cell على حسن ما تسميها مش هتفرق معي المهمة تبقى عارف المكان وخلاص هدفي ان انا اقل المستوى الكالسيوم يعني هروح ارصبه على العظم او هروح اعمل ديبوزيشن يبقى هو بلدنج بون بلدنج عشان كده حتى ممكن الكالسيتونن بيتاخد في حالات الاستيوبروزيس البون مينراليزيشن قل او البون مينرال دينستي يبتدي اتقل عن رقم معين طبعا بستاندرد فيشن معينة بابتدي اخد الكالسيتونن بكريتيريا معينة ولكن يعني اوفرول باستخدمه في الاستيوبروزيس عشان هو بيعمل لي بون ديبوزيشن بيعمل انهابشن قوي للاستيوكلاست وطبعا شوية بيزود الاستيوبلاستيك اكتيفتي فكل هدف ان هو يبني العظم ياخد الكالسيوم من الدم يودي العظم يبقى هو ياخد الكالسيوم من الدم يودي العظم عشان يرصبه ويعمل لي كالسيوم يعمل لي عظم تمام التمام خلاص طيب لو الدنيا تمام ورصبته عملت عظمي والدنيا مش محتاج تاني هزود بقى الاكسيكريشن يبقى همنع بقى الري ابزوربشن خلاص وزود الاكسيكريشن بتاع الكالسيوم والفوسفيت مع بعض وملوش علاقة هنا بالابزوربشن خلاص يبقى هنا نكتب برضو يبقى الكالسيتون إنه هو كالسيوم لورنج هورمون يعني مهمته إنه هو يقلل مستوى الكالسيوم فكل فكرته بيطلع عن طريق الهايبركالسيميا أو المين ستاميلوس هو الهايبركالسيميا بيزود الكالسيوم في البون يعني بيعمل هدفه إنه هو بقى هنا نكتبها جنبه يقلل نسبة الكالسيوم فبيعمل بون دي بوزاشن أو بون يعني بيرسب لي كالسيوم وفوسفيت معاه تمام على البون لو الدنيا لسه برضو فيه استيل هايبركالسيميا بيبتدي يزود بتاع الكالسيوم والفوسفيت يبقى احنا قلنا هنا اتنين هورمون لازم طبعا الحاجات اللي بتقلل والحاجات اللي بتزود يبقى فيهم بلانس يبقى أنا عندي الفوسفيت اهو بيبتدي يحصل اكس كريشن اه او يزود الاكس كريشن بتاعه الباراثيرود هورمون والكالسيتون لازم فيه بلانس هورمون تاني يرجع بقى الليفل بتاعه شان برضو يحافظ على الليفل فعندي الفيتامين دي بيزود الابزوربشن ده بيزود الفوسفيت والاتنين دول بيقللوا دايما فيهم بلانس ده بالنسبة للفوسفيت طيب بالنسبة للكالسيوم عنده برضو كافة وبالانس البيتي اتش مع الفيتامين دي في كافة دول الاتنين بيزودوا الكالسيوم والكالسيتون على الكافة التانية هدفه ان هو يقلل الكالسيوم وطبعا فيه بالانس طول الوقت اكشولي يعني كده ان الامور وضحت شوية لما نبتدي بقى نقرى الكلام اللي فوق ان الامور هتتفهم قوي تعالوا كده نشوف الكالسيوم هاميوستيزيس احنا كاتبين ايه ده بقى بعد ما فهمت عايز اعرف الخلاصة دي البراثيرويد هرمون هدفه اللي انا كاتبه تحت ده الهدف اللي هو يعمله يزود لي السيروم كالسيوم الفيتامين دي برضو هدفه ان هو يزود لي السيروم كالسيوم الكالسيتونين هدفه ان هو يقلل لي السيروم كالسيوم فممكن اقول المين استاميولاس لي الفيتامين دي والبراثيرويد هرمون سيكريشان هو هايبوكالسيميا ان الكالسيوم اصلا قليل فهم هايطلعوا ويحصل لهم استيميليشان عشان يبتدي يزبطوا النورمال ليفل بتاعي طب المين استاميولاس للكالسيتونين هو الهايبركالسيميا لانه بيطلع عشان يقلل مستوى الكالسيوم في الدم وده الهدف الرئيسي بتاعه فالستيميلس بتاعه عكس القصة اللي احنا قلناها دي اللي هي هي باختصار بقى البراثيرويد الاكشن بتاعه بيعمل ازاي بيزود الكالسيوم من البون طبعا زود لي في الاول الكالسيوم بامبو الواحد في المية خرجوا والقصص دي وزود لي وبعد كده هيزود بتاع الكالسيوم من وهيزود على النقيد بتاع الفوسفيت من وبيعمل طبعا البيتامين دي وهناخد البيتامين دي بعد شوية الفيتامين دي بقى نفسه بيعمل ايه بيزود بتاع الكالسيوم والفوسفيت وبيعمل بون دي بوزشن وريزوربشن هنكتبهم الاتنين اللي احنا بنسميهم مع بعض على حسب او بيزد على الكالسيوم لفل بتاعي لو الكالسيوم لفل طبيعي او عالي هيعمل لي دي بوزشن من الكالسيوم والفوسفيت اللي هو عمل لهم لو مستوى الكالسيوم وليل هيعمل ريزوربشن والمكان الاساسي انه هو بيعمل لي ابزوربشن وهو طبعا بيحصل له عن طريق البيراثرمون الكالسيوم بيبتدي يزود لي الكالسيوم دي بوزشن فهو بون بيلدنج وممكن استخدامه في الاستيبروزيس وبيزود بتاع الكالسيوم والفوسفيت مع بعض وقلنا البلانس بقى بين الهرمونز عشان نسبة الفوسفيت تفضل آآ سليمة اي ثانك يعني ان الكالسيوم هاميستيزيس اصبح من الحاجات السهلة جاست ان انا اسمع الفيديو وقرأ بقى اللي انا عايزه هو الجدول ده اللي انا عايزه الخلاصة بقى اللي احنا قلناها بعد ما فهمنا ان شاء الله تمام? ولما بقى نيجي نقرأ الشكل ده خلاص احنا عارفين الصورة دي الهاميستيزيس بتاع البلات كالسيوم ليفل لو قلها هيروح على طول يبتدي ريليز الباراثرمون عشان يبتدي يعمل الشغل بتاعي استميلوتي والاكسيكريشام بتاع الفوسفيت ويأكتبيت الفيتامين دي عشان يروح يعمل ابزوربشان والفيتامين دي قلنا برضو بيعمل ايه. لو المستوى عليه هيروح على الثيروريد الپارافلوككوريل عشان تستميلية الكالسيتونين وتفرز لي بقى الكالسيتونين اللي هيروح استميليت البون دي بوزشان هيقلل بقى الريابزورشان وهوا يزود الاكسجريجا متاع كالسيوم وفسفيت ايثنك ان الامور سهلة جدا